السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد والتي تأتيكم تحت عنوان القوة في الدين ومقاصدها كثير من آي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحث المسلمين على التمتع بالقوة وجاء في السنة أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فما مفهوم القوة في الإسلام وما مقاصدها وكيف تتحقق هذه القوة في الفرج المسلم والمجتمع هذا الموضوع ألقيه بين يدي الدكتور وصف عاشور أوزيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية حياكم الله دكتور وصف حسنا بك أستاذ جهد وصف المشاهدين يعني كثير من الآيات تحض على القوة وترغب بها وتحث على التمتع بالقوة وأن يكون المسلم قويا السؤال هنا ما معنى هذه القوة المطلوبة بالإسلام مفهومها معناها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه من الله وبعد فالقوة هي شعار الإسلام وهي حالة تتوفر في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الأمة تستطيع من خلالها أن تقوم بمقتضيات الخلافة في الأرض هو ده التعريف الذي يتسق مع طبيعة الإسلام ومع خصائص الإسلام ورسالة الإسلام الله تعالى جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض خليفة في الأرض ما وظيفة هذا الإنسان في الأرض هي عبادة الله عمارة هذه الأرض كيف سيعبد الله ويعمر هذه الحياة بدون قوة قوة بمعناها الشامل الذي سنفصله الآن فالقوة هي حالة نفسية حالة عقلية حالة بدنية تتوفر في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الأمة وحتى في الحكومات وفي الحكام وفي الرعية وفي المجتمع بشكل عام النسيق الاجتماعي تتوفر هذه الحالة في هذا المجتمع وفي هذا الفرد وتلك الأسرة وهذه الأمة فيصير كل هذا قادرا على أن يقوم بوظائفه التي طلبها الله إليه أو طلبها منه لعمارة هذه الحياة هل هنا يمكن التمييز بين مفهوم القوة والعنف هل القوة بالضرورة تعني العنف كيف يمكن المسلم أن لا يفهم أن القوة تعني العنف أو أنها تعنيه طبعا لأنه سيتضح بالحديث عن ضوابط القوة في الشريعة الإسلامية هل القوة هي بالضرورة عنف أو القوة هي مجاوزة للحد وممارسة طغيان واستبداد وقهر على الناس لا القوة في الإسلام لها أوح ولها طبيعة ولها خصائص ولها ضوابط ولها مقاصد ولها أنواع ومجالات كل هذا يجعل من القوة مفهوما وطبيعة وخصائص تبعدها تماما عن معنى العنف لأن العنف هو استخدام القوة بغير حق ضد الآخرين هذا هو العنف والقوة ليست هكذا أبدا القوة هو أن يصير الإنسان قويا في ذاته وأن تصير الأسرة قوية متماسكة وأن يصير المجتمع قويا نسيك متماسكا وأن تصير الدولة قوية المرافق والجوانب والخصائص والطبيعة وأن تصير الأمة بنفس الشكل والله سبحانه وتعالى في الشرع الشريف في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بيّن كل هذه الجوانب ووضح كيف يستمد كل جانب منها قوته وكيف يوفر لنفسه هذه القوة حيث يصير واقفا على قدمين لا يستطيع أحد أن يساومه ولا أن يغلبه ولا أن يسومه سوء العذاب القرآن الكريم تحدث عن القوة حديثا واضحا الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال الآية المشهورة والتي يحفظها كل الناس إذا جاء الحديث عن القوة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل من الحدب الأقصى من الجهد يعني ما استطعتم هذه تفسح المجال للطاقة البشرية أن توفر وتحصل كل ما يمكن أن يطلق عليه قوة قوة نفسية قوة روحية قوة عقلية قوة جسدية قوة اقتصادية قوة فكرية قوة اجتماعية قوة في الجهاد قوة خلقية قوة إيمانية كل المجالات ما استطعتم هنا يفسح الإسلام المجال والمآل إلى أن تفرغ النفس البشرية كل ما عندها من طاقات ومن أسباب ومن وسائل لاكتساب هذه القوة ثم القرآن الكريم هنا يقول من قوة لم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم في القوة أو أعدوا لهم القوة إنما قال من قوة أولا من النحاة يسمونها حرف جر زائد وهذا لا يلق في القرآن الكريم لكن من هنا تفيد خصوصا إذا جاء بعدها نكرة كما هو الحال الآن من قوة تفيد الشمول والعموم والاستغراق يعني حينما أقول مثلا ما معي مال ليس معي مال يبقى ممكن يكون معايا مثلا نص دولار دولار خمسة دولار لكن حينما أقول ما معي من مال يعني ليس معي نفي مطلق نفي مطلق لأي مال أو ما يطلق عليه مال في عندي حينما يقول الله تعالى هنا وأعدوا لهم استطعتم من قوة فمن هنا للاستغراق والشمول والقوة جاءت نكرة للعموم والاستغراق كل مجالات القوة في الحياة الله تعالى أمر المسلمين وأعدوا فعل أمر وأعدوا إعداد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون لم يقل به لم يقل بها المفروض هو القوة هي التي سترهب إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر المؤمنين هنا والأمة المسلمة بأن عملية الإعداد نفسها الإعداد هي التي ستتولى هذه الوظيفة وهي الإرهاب إرهاب الأعداء لأن العدو متى يغير عليك العدو؟ متى يقاتلك؟ متى يدخل معك في معركة؟ إذا رتب ودبر وأخذ بالأسباب والوسائل التي تمكنه من العلم بأنك ضعيف لن تستطيع أن تقوى على المواجهة وبأنه سيحقق عليك الانتصار الخطوة الأولى هل أنت ضعيف؟ إذن أنت لم تعد القوة المناسبة أما إذا كان عندك إعداد جيد للقوة قوة الاقتصادية، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة اجتماعية، قوة في الجهاد قوة علمية وتكنولوجية إذا أعددت هذه القوة هذا وحده بحد ذاته تكون حالا قادرة على أن تقوم بهذه الوظيفة وظيفة الردع، وظيفة أنه يفكر ألف مرة قبل أن يغير عليك أو أن يعتدي عليك أنه لن يستطيع أبدا أن يحاول أبدا نا لو ضربنا مثال النهاردة بفلسطين، بغزة كم مرة حاول العدو الصهيوني أن يقتحم غزة؟ مرات عديدة جدا من سنة 2008 حتى الآن وهو عمالية قد يقتحم لحد 2014 ماذا خرج من هذه الاقتحامات؟ لم يخرج بشيء، هو لم ينتصر في النهاية ولذلك خلاص، انتهى الموضوع بالنسبة له ولن يفكر مرة أخرى في الاقتحام لأنه يعرف أنه فيه خسائر والخسائر القليلة للعدو الإسرائيلي أعظم بكثير جدا من الخسائر الكثيرة للفلسطينيين إذا أسر أحد، إذا قتل منهم عدد قليل إذا أصيبوا بإصابات، إذا اعتدي عليهم وهم غرون فكل هذه المسائل تدل على أنهم يفكرون أكثر من مرة قبل أن يقتحموا أو يعيدوا الاقتحام مرة أخرى لأن تجربتهم وخبراتهم في الاقتحامات السابقة بعد بالفشل فنحن هنا أمام دين عظيم، شعاره القوة الله تعالى قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الإمام المتيمية له تفسير عظيم جدا هنا هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى بعث هذا الدين بالدعوة وبالسيف فمن عارض الدعوة ومن اعتدى على الدعوة قوم بالحديد وأنزلنا الحديد ربنا أنزل الرسل وأنزل الكتب من أجل هدف واحد فقط ليقوم الناس بالقصد، ليحيى الناس بالعدل ولن يحيى الناس بالعدل إلا بردع المعتدي ولن يكون ردع المعتدي إلا بالقوة والقوة هنا لها ضوابط كما سنتحدث عنها ليست القوة هي مطلقة في الفلسل نعم لكن معذرة دكتور رصفي أنت تركز على الجانب المادي في القوة لكن عندما ذكر الله في القرآن الكريم أنه أمر موسى بأن يأخذ الألواح بقوة ماذا عن الجانب العقدي؟ ما دور العقيدة بقوة؟ وكيف تجليات وتطبيقات هذه القوة في العقيدة واقعا عمليا؟ هذا كلام عظيم جدا طبعا نحن عندنا المصدر الأول للقوة الذي يستمد منه المسلم وتستمد منه الأسرة والمجتمع والأمة كل أنواع القوة الأخرى هي قوة الإيمان هذه القوة هي القوة الرئيسة كيف تكون؟ كيف تكون؟ هذه القوة تكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالله يتحقق بالتأمل في هذه المخلوقات وفي هذا الكون البديع الذي خلقاه الله تعالى وأبدعه بديع السماوات والأرض هذه القوة تتحقق بالتعرف إلى أسماء الله الحسن وصفاته كيف أن الله هو الرزاق كيف هو القادر كيف هو الحكيم كيف هو السميع البصير الشهيد القاهر الجبار المؤمن القوي المعز المزل إلى آخر هذه الأسماء 99 اس يتأمل الإنسان المسلم فيها فهذه هي البوابة الكبرى في التعرف لله سبحانه وتعالى يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالملائكة يؤمن بالنبيين يؤمن بالقدر خيره وشره كما ورد في أركان الإيمان الستة عندنا هذا الإيمان هو القوة التي لا توجد لأي أمة أخرى سوى أمة الإسلام وهذا الإيمان إذا تحقق في قلب الإنسان صنع المعجزات وفعل الأعاجب والعجائب أول أثر أو مقصد من مقاصد هذه القوة الإيمانية لو أذنت لي أن نؤجل حديث المقاصد القوة إلى ما بعد الفاصل أنا أتكلم في قوة الإيمان فقط نعم لكن معذرة قبل ذلك هنا سؤال مرتبط بما كنت سأسألك عنه مصادر القوة في الإسلام كيف تتشكل قوة ما هي المصادر التي يبني منها المسلم الفرد أو الجماعة أو المجتمع المسلم قوته على ماذا يستند نعم المجتمع المسلم أو المستند في القوة هي قوة العقيدة الإسلامية التي يتنبثق منها كل أنواع القوة يعني بدون قوة إيمان وقوة عقيدة لن أعمر هذه الحياة ولن أحسن إلى الناس ولن أفعل الخير أنا أفعل الخير لماذا أفعل الخير أفعل ما في مصلحتي فقط وما يقيمني فقط وما يشبع شهواتي ورغباتي الداخلية والنفسية والبدنية والعقلية والروحية إلى آخره فقط ولا شأن لي بالناس لكن هذا الإسلام جاء رسالة لإسعاد الناس في الدنيا والآخر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاه يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد وتسعد به الناس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي والأمة نفسها هذه الأمة المسلمة لم تبعث لنفسها كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة المسلمة مبعوثة لم تبعث لمصالحها الشخصية ولا لذاتها وإنما بعثت لبلاغ هذا البيان للناس وده يعني منبع ومقوم أساسي من مقومات القوة أن هذه الأمة مبعوثة من الله سبحانه وتعالى هل هذا يعني أن التمتع بالقوة فريضة عن المسلمين؟ طبعا فريضة عن المسلمين نحن هنا في الآية القرآنية ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كل القوة الشاملة تفرغ كل جهدة وبدأ بالفعل الأمر وأعدوا لهم والإعداد هنا له يعني له مقدار ممكن يكون الإعداد ضعيف ممكن يكون متوسط نحن لهم إعداد تتحقق به يتحقق به الردع للعدو وهو عنده مكان بعيد هنا قبل أن يفكر في الاعتداء علي هذا الإعداد نفسه يصل تسل درجته إلى حالة تحقق إرهاب هذا العدو وردعه وحتى لا يفكر في الاعتداء عليه لكن ثمة هنا ثمة يعني التباس أو ثمة نوع من الفجوة أو الفراغ يعني المسلمون منذ مئة عام هم في حالة إعداد لديهم الجيوش ولديهم حتى السلاح النووي ولديهم الطاقة العلمية والأموال لكن ثمت ضعف ربما في مسائل في مسائل أخرى قد يكون في مسائل الإيمان في مسائل العقيدة في مسائل إلى آخره يعني كيف يعني هنا غاب مفهوم القوة عن المسلمين في هذه الطريقة يعني أي مجال من مجالات الضعف في حياة المسلمين يرجع إلى أنهم لم يأخذوا بأسباب تحصيل القوة في هذا المجال التي رسمها القرآن وبيانتها السنة وتبقها النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته الشريفة وعمل بها القلفاء الراشدون والمهديون من بعدهم والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا لن تضلوا بعدي أبدا لن حرف نفي للمستقبل وأبدا للتأبيد لن يوجد هناك أي ضلال ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول طبعا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله كلام عام كلام عام كيف نتمسك كيف نستمسك نتبع الأوامر ننتهي عن النواهي نقوم بالعقائد نقوم بالتشريع نقوم بالأخلاق نحقق كل هذا في حياتنا وهذا ليس مستحيل الأمة المسلمة حققته في حياة النبي وفي حياة الخلفاء الأربعة من بعده وفي حياة من صلحة وصارة على نهجهم وهذا المنهج لا يزال كما يقول الأستاذ سيد قد قادرا منهج الإسلام هذا لا يزال قادرا على أن ينتجا وأن يخرجا أجيالا فيها من جيل الصحابة تشابه ما استمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل نحن في المستوى الإيماني أو في قوة الإيمان على المستوى المطلوب هل نحن تجردنا لله وآمنا بأن الأجل لا يطيله خوف ولا يقصره إقدام وشجاعة هل نحن آمنا بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى لن تأتي به محبة محب ولن ترده عداوة عدوك هل نحن آمنا بهذا إذا كنا آمنا بهذا فسوف تتحقق في قلوبنا السكين والطمأنين والراحة والشجاعة والقرأة والإقدام وسوف يتحقق في قلوبنا الحرية والتحرر من الخوف من أي مصدر خارجي لماذا يخاف الناس الناس يخافون على شيئا إما على الأجل أو على الرزق الأجل لا يوجد في الحياة شيئ سوى هذا هذين الأمرين والله سبحانه وتعالى قد ضمن هذين الأمرين بشكل حاسب في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله تعالى في مسألة الرزق يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة إن الكلام أولاً جاء من القرآن والقرآن هو كلام الله الله هو الذي يتكلم ويبدأ بكل هذه التوكيدات إن حرف توكيد الله الجمل الإسمية والجمل الإسمية غير الجمل الفعلي الإسمية تدل على السبات والاستقرار والدوام والاستمرار هو ضمير الشأن مسألة مسألة مهمة ومسألة كبيرة ومسألة عالية الرزاق من أسماء الله الرازق لماذا لم يقول الرازق هنا لأن الرازق لا تحمل دلالات ومعاني كلمة الرزاق الرزاق فيها مبالغة وهي صيغة مبالغة أصلاً على صيغة فعال وكل تجديد أو كل تجديد في المبنى يؤدي إلى إضافة في المعنى كما يقول أهل البلاغة فالرزاق حتى يحطم كل شعور سلبي وحتى يقوي كل ضعف في القلب يخشى على هذا الرزق جملة مؤكدة بأكثر من وسيلة تأكيد إنه والله لفظ الجلالة هو ضمير الشأن الرزاق صيغة مبالغة ذو القوبة المتينة هذا من أهداف هذه الآية ربما تقويت الإيمان في قلب تقويت الإيمان وده مصدر أساسي لماذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية يتم التركيز في كثير من النصوص الشرعية على مسألة الأجل والرزق لأنهما مصدر الخوف في حياة الإنسان والله تعالى يريد أن يحطم مصادر الخوف والقلق في حياة الإنسان ما المحموهم أشرت عليه دكتور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني لماذا وفي كل خير لأن في كليهما الإيمان المؤمن الإيمان نفسه مدام ما موجود في قلب الإنسان فالخيرية مقترنة بالإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون وتؤمنون بالله في الأتأمرون ورسلنا على المنكر وتؤمنون بالله النماء القوي هو خير لا شك يعني أخير بمعنى كلمة أخير خير هنا أفعل تفضيل والقوة هنا المؤمن القوي الحديث النبوي الشريف والآية القرآنية في سورة الأنفال وأعد لهم مصطاط من قوة وفي الحديث هنا الحديث الشريف رواه مسلم المؤمن القوي لم تنص الآية ولم ينص الحديث على أي مجال من مجالات القوة جعل المجال مطلق إذن كل مجال يمكن أن تتحقق فيه قوة هو واجب على الأمة المسلمة أن تحقق فيه هذه القوة وأن توفر عناصرها وتحقق غاياتها من خلال الإعداد القوي والإعداد الجيد أيضا القرآن الكريم والسنة النبوية السنة النبوية لم تترك مجالاً للقلق ولا للاضطراب في النفس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيز من كل مظاهر الخوف والقلق والضعف اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كلها مناحي سلبيه يريد أن يأمل تأمل معي ولي تأمل أستاذ المشاهد واللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل للضعف الاقتصادي الجبن والبخل الجبن لن يؤدي إلى اكتساب شيء والبخل لن يؤدي إلى إنفاق شيء فهذا هو ضعف اقتصادي وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وده عبارة عن ضعف العزة والكرامة والشموخ الذي ينبغي أن يكون المسلم على هذه الأخلاق حينما يكون الإنسان مغلوباً حينما يكون مديناً لا يستطيع أن يوفر هذا الدين لا يستطيع أن يرفع رأسه أمام الدائل لا يستطيع أن يكون عزيزاً شامخاً فأنظر هنا يعني ضعف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من أن يقيه الله سبحانه وتعالى ويعيذه من الضعف ضعف الإرادة والضعف الاقتصادي وضعف الأخلاق العزة والشموخ وضعف العقيد وضعف كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يستعيذ ويعيذ المسلم من أن يتناوشه شيء من هذه الأخلاق الضعيفة وفي الوقت نفسه يفسح أمامه المجال ويرفع أمامه الأفق المؤمن القوي خير وأحب إلا الله من المؤمن وهذا يندرج تحت فلسفة القوة التي يحض عليها الإسلام لكن حقيقة أشرت إلى حديث المؤمن القوي والمؤمن الضعيف سأبحث معك بشيء من التفصيل لكن بعد الفصل لو أذنت لدكتور نتوقف مع فصل ومن ثم لنا عودة مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 1-1-1-4-2 عمودي وعبر القمر الصناعي نيلسات على تردد 1-2-83 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله ترعا معنى القوة وطبيعتها وحظ الإسلام على القوة أن هذه القوة وراءها مقاصد كبيرة وعظيمة تتصل بواقع المسلمين ومستقبلهم ما مقاصد هذه القوة؟ طبعا نحن عندنا حسب المجال مجال القوة نتحدث عن المقاصد إذا قلنا قوة في العقيدة هذه سيترتب عليها أن يتحرر الإنسان من الخوف ومن الحرص ومن الجب ومن كل شيء يقعده عن القيام بمقتضاء العمارة الإيمان قوة الإيمان تحقق في النفس السكينة وفي القلب الراحة وفي الصدر الطمأنينة والانشراح لماذا؟ لأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله ولن ينفعه أحد إلا بإذن الله والله تعالى إذا أرسل إليه شيء لن يستطيع أحد أن يمنعه وإذا منع سبحانه وتعالى عن الإنسان شيئا لن يستطيع أحد أن يرسله كما قال تعالى في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أيضا يتحقق للإنسان أنه تتوفر لديه الشجاعة والقرأة وهوان هذه الدنيا والإقدام على أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله من أجل إقامة الحق والدفاع عنه وتبلغه للناس ورد العدوان عن المؤمنين أيضا هذا الإيمان يرفع من قوى الإيمان عند الإنسان وربطه بمثل أعلى الإنسان حينما يتقوى لديه الإيمان دائما ما يكون مرتبطا بجهة عليا هذه الجهة هي الله سبحانه وتعالى وبالتالي يسعى في هذه الحياة عزيزا شامخا أبيا غير مبال بقوة قوي أو اعتداء عدو وغير مبال أيضا بذهب هذه الحياة لا ذهب المعز ولا سيفه إذا تحدثنا عن قوة قوة الدولة قوة النسيج الاجتماعي في المجتمع وعلى فكرة كل نوع من هذه القوة الإسلام شرع له ما يقيمه يعني ماذا شرع الإسلام لإقامة الإيمان وسائل شرع وسائل كثيرة ماذا شرع الإسلام لتقوية البدن عند الإنسان أولا أمره بأن يتغز أمره بأن يتداوى إذا مرض أمره بأن يتقوى وأفسح له المجال في هذه الأشياء المجتمع نفسه الإسلام دعا أن يكون المجتمع قويا نحن عندنا كتاب ممتاز جدا مهم أدعو الشهد المشاهدين إلى أن يطريعوه هو كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام للمرحوم الشيخ العلامة الفقيه حسن أيوب رحمه الله تعالى السلوك الاجتماعي في الإسلام بيبين كيف كون الإسلام نظرية للسلوك الراقي في المجتمع بما يجعل هذا المجتمع قويا نسيج متماسك البنيان غير قابل للتفسخ والانحلال والهدم والمجتمع حينما يكون في هذه القوة يحقق الردع للمجتمعات الأخرى التي تريد الاعتداء الدولة ماذا شرع الإسلام لقوة الدولة؟ شرع أن تقوم على مبادئ منها الشورى منها العدل منها الرحمة منها المصلحة تصرف الرعي على الرعية منهوط بالمصلحة منها أن تتحقق في هذه الدولة القوة العسكرية القوة الاقتصادية القوة السياسية والدبلوماسية القوة الاجتماعية القوة الحربية والعسكرية القوة العلمية والتكنولوجية القوة التعليمية القوة التربوية قوة الفكرية دولة قوية تتميز بهذه الأنواع من القوة تتحقق فيها أولا أنه أن هذه الدولة أو هذا المجتمع لن يعتدي عليه أحد بسهول إلا إذا كان أقوى منه والإسلام فسحنا للمجال ما استطعتم ابزل ما في قدرتك كل ما في طاقتك لإقامة القوة في كل مجالات الحياة وفي كل جنبات المجتمع تحقيق القيادة والريادة للأمة ده من مقاصد إعداد القوة الأمة حينما تعد العدة الكافية للقوة يتحقق لها القيادة القيادة تقود العالم ويتحقق لها الريادة لماذا الريادة؟ الريادة في كل المجالات تكون رائدة لأنه عندها قوة إذن عندها استقرار عندها هدوء في المجتمع وهذا الاستقرار والهدوء والحرية المتوفرة في المجتمع يعني تحفز كل ملكات المجتمع وقواه بأن تبدع وأن تعطي وأن تبني في كل مجال من مجالات الحياة بما يتحقق فيه الرياض لكن لو أذنت لي دكتور وصف يعني ربما هذه المقاصد ربما تشتبه ما تتشابه مع بعض المقاصد الموجودة في حضارات الأخرى غير المسلمة لكن إذا جاء كمن يقول وهذا رأي مطروح بين المفكرين الإسلاميين بأن غاية الغايات وأس الأسس ومقصد المقاصد من حظ الاستمعى القوة هو ترسيخه لقوة العقيدة وإقامة حاكمية الله سبحانه وتعالى وإقامة عبادته وحكمه في الأرض هذا هو أصل الأصول ماذا يمكن أن يقال عن هذا المجال؟ طبعا هو ده كلام صحيح لكن لماذا أن الأس ده أليس ستتفرع منه أشياء؟ نعم ستتفرع منه قوة اقتصادية قوة عسكرية قوة يعني حربية يعني أنا أقصد هو الأصل بعيد طبعا هو ده الأصل وهذا ما قلناه في بداية الحلقة أصل الأصول في مسألة القوة هي قوة الإيمان لماذا يبذل الناس أرواحهم في سبيل الله المؤمنون على مر التاريخ في المعارك وفي غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ضد التطار وضد الصلبين وضد الغزوات الاستعمارية التي قيض الله لها من يقاومها في كل عالمنا العربي والإسلام لماذا قاوم هؤلاء؟ لماذا قاوم الناس في الاحتلال في ليبيا الاحتلال في المغرب في تونس في مصر في كل بلاد الشام في العراق في لبنان في فلسطين حتى الآن ينقاومون ويعني سبحان الله لما تتأمل حتى في المقاومة الفلسطينية لماذا ينفق هؤلاء أرواحهم؟ عندهم قوة إيمان والذي يرعب الأعداء هو هذه القوة قبل أي قوة أخرى أما يجي يقول لك أنا سأرسل لك جيشا أوله عندك وأخره عندي وفيه أناس يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة ده معنى إيه؟ معنى هو ده بنفسه ورلسل النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر شهر كامل حينما يسمع العدو من مسافة شهر ماشي أن جيش المسلمين جاي يحدث له رعب لماذا؟ لأن الحياة عندها رخيصة والذي أرخص هذه الحياة هي قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقوة الإيمان باليوم الآخر وقوة الإيمان بمثوبة وأجر ومنزلة الشهداء عند الله تعالى لقاء إقامة الدين وردع العدو وتحقيق القوة في المجتمع عندنا أيضا تحقيق الرحمة بين المؤمنين والردع للمعتدين حينما تكون الدولة قوية لما يكون المؤمن قويا الأسرة قوية المجتمع قوي الأمة كلها قوية يتراحم هؤلاء الأقوياء بينهم وبين بعض لأنهم لم يبنوا هذه القوة إلا لإرهاب العدو إلا لرد الاعتداء إلا لمنع الاعتداء أصلا نحن عندنا في الاعتداء وفي الضرر في الشريعة الإسلامية ثلاث حالات الحالة الأولى منع أن نمنع أن يأتي الاعتداء أو الضرر الحالة الأولى دفع الحالة الثانية دفع منع ثم دفع إذا تحرك الضرر أو الاعتداء ندافعه إذا وقع نرفعه يبقى عندنا منع الضرر دفع الضرر رفع الضرر منعه حتى لا يتحرك دفعه إذا تحرك رفعه إذا وقع فإحنا عندنا الرحمة تتحقق من خلال القوة بالمؤمنين إحنا لو ما عندناش جهاز قوي في الصحة الناس ستتعلم إزاي لو ما عندناش جهاز قوي في التعليم الناس ستتعلم إزاي لو ما عندناش جهاز قوي جهاز أمني جهاز أمني مخابراتي شرطي عسكري كيف ستحمي الدولة نفسها من الأعداء داخلها ومن الأعداء من خارجها موجود هذه الأمنيات موجود طبعا مفروض ده والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة النبي كانت عنده أجهزة أمن وأجهزة مخابرات وأجهزة أمن داخلية وخارجية موجودة لكن دكتور يعني معذرة النفس البشرية يعني الله خلقها وسواها ويعرف تفاصيلها وخباياها صحيح القوة ربما تنمي البطش والإحساس بالغرور والرغبة بالبطش لدى الإنسان كيف يمكن الموازنة بين القوة وبين التواضع واللين وعدم البطش ده يجعلنا تحدث عن ضوابط القوة في الإسلام هل القوة مطلقة في الإسلام يمسكها الحاكم بيده فيطيش يمسكها المسؤول في المؤسسة حتى على مستوى الفرد يمسكها الفرد إذا تحقق الفرد بالقوة يظلم الناس ويبغي عليهم ويتكبر عليه الزوج يملك القوة والقوامة فيبطش بالزوجة ويبطش بالأولاد ويتطهد الجميع ويعيش الجميع معه في رعب لا هناك ضوابط للقوة في الشريع الإسلامي أولا الله تعالى أمرنا بتكوين القوة وبإعداد القوة طيب لا يمكن أبدا للشرع أن يأمر بشيء دون أن يجعل له حدودا وضوابط ولذلك الله تعالى يقول تلك حدود الله تلك حدود الله تعالى جعل حدودا على البيت على الشرع جعل حدود حتى لا تتعد فلا تعتدوها القوة في الإسلام ينبغي أن تصدر من جهتها المشروعة يعني إحنا عندنا دولة دلوقتي مقامة دولة قائمة على الإسلام جال الحاكم فيها مختار بالشورى فيها العدالة فيها الأمن فيها الطمأنينة فيها الرخاء فيها إلى آخر هذه المقاومات التي ينبغي أن تتوفر في الدولة هل هذا المجتمع يحق لبعض فئاته أن هي تشكل تشكيلات عسكرية كي تحارب الدولة التي هي قائمة بالعدل والصدق والحق لا القوة هنا لابد أن تصدر من جهتها وهي الدولة لا يجوز في حالة أن الدولة قائمة بالحق إلا أن تصدر من الجهة المنوط بها استخدام القوة ثانيا أن الجهة التي ستستخدم هذه القوة لابد أن تستخدمها بحق لابد أن يكون استخدام القوة بحق ليس فيه ظلم ليس فيه اعتداء ليس فيه تجاوز ليس فيه أي شيء من هذا الأمر الثالث أن لا يحدث تجاوز في استخدام القوة يعني مثلا دلوقتي فيه فيه أمر بضبطه إحضار واحد مجرم في المجتمع أو واحد يعني اكتشف أنه خائن للدولة وعميل يعمل على ضد مصلحة بلاده ضد كذا كذا البلاده اللي هي قائمة بالحق والعدل مش بلاد ظالمة بلاد قاهرة بلاد جاية بغير إرادة الشعب نحن نتكلم عن الدولة في الإسلام الدولة الحقيقية يبقى بالتالي ما ينفحش إحنا نروح نتجاوز الحد حتى مع الأعداء لا نتجاوز يعني في الجيش في القتال الإسلام وضع أخلاقا ووضع أدابا عندنا كتب ومؤلفات وأشياء تتحدث عن أخلاقيات الحرب في الإسلام أخلاقيات القتال في الإسلام حتى في حالة الحرب يا أستاذ جهاد الإسلام أمر بالحفاظ على البيئة البيئة اللي هي ملهاش داخل في الحرب ولا تقاتل ولا تعتدي أمر الإسلام بالحفاظ على البيئة لا نقطح شجرة في الحرب لا نقاتل أو نعتدي على عابد في صومعته أثناء الحرب لا نعتدي على امرأة ولا طفل ولا أي شيء من هذا نقاتل من يقاتل فقط فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه نقطة مهمة دكتور يعني أنت ذكرت قبل قليل قبل الفاصل أن استشدت بحديث المؤمن القوي خيرا وأحب إذا الله من المؤمن الضعيف هنا ربما المشاهد والسامع الكريمان يجدان نفسيهما أمام ميزانين عند الله سبحانه وتعالى ميزان قرره النبي صلى الله عليه وسلم القوة ميزان القوة المرتبط بالخيرية ومحبة الله وثمت ميزان قرآني إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف يمكن جسر هذه الهوة بين المفهومين عند السادة المشاهدين والمستمعين يعني مفهوم التقوى ومفهوم القوة هناك القوة القوي أحب إلى الله لكن هنا المتقي أو التقي أكرم عند الله سبحانه وتعالى يعني كيف يمكن التوفيق بين هذين ومفهومين ما فيش تعارض أصلا إذا كان الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى بشكل حقيقي سوف يقوم بإعداد القوة وسوف من خلال لكن هناك مؤمنون ضعفاء كما في الحديث النبي طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يغادر المؤمن هذه الحالة إلى حالة القوة بأنه الخير هو في كل خير لماذا في كل خير؟ لوجود الإيمان في كليهما الإيمان نفسه هو يبعث الإنسان على الخير ويحضه على أن يغادر حالة الضعف إلى حالة القوة هل ثم تعلاقة بين التقوى والقوة هنا؟ طبعا الإنسان أصلا التقوى هي التي ستبعث المؤمن على إعداد القوة والتقوى هي التي ستجعل المؤمن يستخدم القوة بحقها وضوابطها والتقوى هي التي ستجعل القوة في يد المؤمن تحقق غياتها ومقاصدها فالتقوى دي أصلا إطار شامل لعملية الإعداد وعملية الاستخدام وعملية الحال والمآل في التعامل مع القوة في الشريعة الإسلامية أيضا القوة ينبغي أن لا يترتب على استخدامها ضرر أكبر لأن استخدام القوة إذا ترتب عليه ضرر أكبر أصبحت مفسدة وأصبحت داخلة أو منتقلة من نطاق الحل والمشروعية إلى نطاق الحزر والحرمانية إنه لا ينبغي للقوة أن يستخدمها الحاتم أو يستخدمها المسؤول في أي مكان ويستخدمها ولي الأمر في الأسرة أو في غيره ويجاوز الحد في استخدام هذه القوة فسوف يترتب على ذلك ضرر أكبر وعندئذ تحدث المفاسد والإمام المتهمية قال إنما جاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكسيرها ودفع المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان نعم قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور ثمت نقطة أرى أنها مهمة يعني الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يحضاني على القوة ويثنياني على المتمتع بها لكن كل الأنبياء فيما نعلم من السيار الأنبياء وتاريخ الرسالات كل الأنبياء إنما ستنصر بالضعفاء الذين آمن بهم هم الضعفاء والبسطاء بسطاء القوم يعني كيف يمكن فهم أن الرسالات نصرت بالضعفاء لكن الرسالات تحض على القوة والتمتع بها يعني ليس الأمر على إطلاقه يعني هناك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو من قبل من زمان طالوته جالوته قصتهم في سورة البقرة لما ورزوا لجلوته وجنوده قالوا ربنا شوف هنا البعد أو البعد قوة فيهم إيه قوة الإيمان قوة اللجوء إلى الله ربنا أفرغ علينا صبرا وتثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه مباشرة وبعدين لما شافوا بقى العدد والعدد المسألة ليست عدد وعدد عسكرية فقط وإن كانت مهمة الإسلام بيحضنا كما قلنا على استثمار وإعداد القوة في كل المجالات لكن إذا توفرت القوة في كل مجال وضعفت قوة الإيمان والعقيدة لا قيمة لكل هذا لا قيمة لكل هذا هذا هو السوء لكن إحنا مأمورون بأن يكون عندنا قوة العقيدة والإيمان موجودة بالإضافة إلى كل أنواع القوة الأخرى قوة الاستخبارات، القوة الأمنية، القوة الشرطة والأمن، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة الحربية، القوة التكنولوجية والعلمية لأن الناس النهاردة، يعني الفقهاء قديم من يأسس جهاد كانوا يتحدثون عن من ضمن شروط اللي يطلع للجهاد أن يكون سليم البدن ما يكونش مريض بمرض يقعده لأنه كان بيمشي مسافات، كان بيقطع مسافات النهاردة وإنت قاعد بتدوس على زر زرار ممكن تدمر به منطقة بأكملها هنا أصبح إعداد القوة له معنى آخر وشروط الجهاد يمكن أن تتغير حسب الواقع وحسب متطلبات الحياة نعم، لكن سؤالي الأخير قبل الفاصل وقد دهمنا الوقت أرجو الاختصار ومفضلك دكتور يعني أنا أقول لست أنا وإنما أنقل عن بعض المفكرين أن فلسفة القوة في الإسلام بالدرجة الأولى قبل كل ذلك هي تحوم حول فكرة قوة الإيمان لأنه إذا كان المؤمن القوي خير وأحب إذا الله من المؤمن الضعيف فهذا يعني أن هناك إحباط للضعيف لأنه ربما بعض الناس لا تستطيع أن تمتلك أسباب القوة المادية وإنما هنا ميزان التفاضل وميزان السباق هو يعني حلبات السباق ومدار السباق هو على القوة في الإيمان والقوة في العقيدة وليس القوة المادية التي هي تحصيل حاصل في النهاية يعني لكل الأمم والشور الذي يقول هذا من أين جاء بهذا التحديد أنه قوة الإيمان والعقيدة فقط يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن التقوة هنا مرتبطة بالقوة بقوة الإيمان والعقيدة في القوة القوة الآية ما ذكرتش القوة الآية ذكرت الكرامة الكرامة على الله تكون بالتقوى لكن القوة مطلقة في الآية القرآنية خذوا ما آتيناكم بقوة قوة في كل شيء يا يحيى خذ الكتابة بقوة كانوا أشد منكم قوة فلم يسيروا في الأرض فننظروا للأمم السابقة كانوا أشد منكم قوة لكن الله سبحانه وتعالى لم يعجزه هؤلاء بقوتهم لأنهم عاندوا الله وحاربوا رسله وقطعوا السبيل على الأنبياء وعلى الرسل وإحنا بنقول هنا أن القوة لا يوجد نص شرعي يحدد مجال القوة قوة قوة يعني مطلقة في كل شيء حتى اللي بيحدد بيحدد مجالات ولا يحصر في مجال الماء لكن هناك قراءة تدل على أن القوة هنا قوة الإيمان وقوة العقيدة لا خالص لا يوجد أبدا في النص الشرعي لذكرنا سواء في سورة الأنفال أو في حديث مسلم المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف هل قال قويف إيه هنا وقال في ماذا هو ضعيف هنا لم يقل بشيء إذا ما قال والعافينة عن الناس والكاظمين الغيظ ألا تسرد هذه من قوة الإيمان التي تقود إلى هذه الأخلاق في العفو جدا دي صفات للمؤمنين ينبغي أن يتخلقوا بها لكنها تعكس قوة داخلية قوة إيمانية ليه الإسلام بيركز على القوة الداخلية وأنا عايز أقول قبل أن أقول السبب أن تركيز الإسلام على قوة الإيمان لا يعني إلغاء مجالات القوة الأخرى وإنما هو إشارة وتأكيد على أن مصدر كل قوة هي قوة الإيمان على أن مصدر ضبط استخدام كل قوة هي قوة الإيمان استخدام الوصول إلى أعلى مستوى في القوة مصدره الإيمان الذي يبعث المسلمين على عمارة الأرض على فعل الخير على نفع الغير هي قوة الإيمان في البداية الذي يجعل القوة مستخدمة بضوابط لا تعتدي ولا تتجاوز وإنما تحقق الغرض المنط بها فقط هي قوة الإيمان أما غير المسلمين فانظر في التاريخ البشري لا أقول في التاريخ الإسلامي انظر في الحروب العالمية ماذا فعلت انظر في الرومان ماذا فعلوا في اليونان وما فعل يونان بهم انظر في الاحتلالات العسكرية التي كانت في القرن الماضي القرن العشرين لعالمنا العربي والإسلامي ماذا فعل المحتل في بلاد المسلمين في مقابل المسلمين حينما قادوا العالم ماذا فعلوا وكيف تعاملوا مع العالم حقيقة دكتور لضيق الوقت وهذه حالة استثنائية لن أتمكن من الذهاب إلى الفاصل بقي لدي بعض الأسئلة أريد أن أستفيد من الوقت المتبقي وهو أقل من خمس دقائق مفضلك الإسلام يحمل منظومة عقائد وقيم وأحكام وآداب قوية جدا وهي قوتها ذاتية في هذا السياق المسلمون اليوم يعيشون واقعا مأساويا من ضعف وهوان وذل إلى آخره كيف يمكن التوفيق بين قوم يحملون هذه القيم القوية وهذا الدين القوي بينما هم أضعف أمم الأرض هذا الزمان ما هي هذه المأساة التي يعيشوها المسلمون اليوم أنهم بقدر بعدهم عن تعليم الإسلام يقعون في القوة وفي الضعف والله تعالى أخبرنا بكل وضوح فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى كيف هم بعيدون اليوم يوجد صحوة إسلامية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة اليوم يوجد صحوة إسلامية والمساجد منتلئ قبل خمسين عام تكاذب مساجد فارغة صحوة دي معناها أنه كان في نوم قبلها صحيح ولازلنا الأمة الآن بتجمع خلايا المناعة فيها بتحاول تتقوى تنادي الخلايا القوية والصحوية بعضها على بعض حتى تتمسك وتتقوى من أجل هذا يعني صار الشعوب يا أخي أمام الحكام الظلمة لماذا صاروا؟ لأنه في خلايا مناعة أصبحت موجودة لكن ليس على المستور مطلوب وليس حتى أقل من المطلوب نحن الآن أمة يعني حكامها متحكمة فيها الآن حكامنا بيهرولوا إلى الصهيين وإلى الأمريكان العالم العربي وحكام العالم العربي يسارعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات المسلمين والمسيحيين على السواء فالقوة الآن غير موجودة على الإطلاق وأنا أقول لك أروي لك نصا هنا لو تسمح لي في اللحظات الباقية قبل الفاصل العلامة الشام العالم الكبير جمال الدين القاسمي في تفسيره لإسمه محاسن التأويل وهو يتكلم عن قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن برباط الخير يقول دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية اتقاء بأس العدو وهجوم ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية هو هنا بيعمل مقارنة بين الماضي والحاضر ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القناة جليل الجاه وفير السنى إذ نشر لواء سلطته على منبسط الأرض فقبض على ناصية الأقطار والأمصار وخضض شوكة المستبدين الكافرين وزحزح سجوف الظلم والاستعباد وعاش بنوه أحقابا متتالية وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب روحي العز والمجد لا يستكينون لقوة ولا يرهبون لسلطة يقارن بأ الواقع الحالي يقول وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة شوف آية واحدة التفريد في آية واحدة وتضيع آية واحدة يؤدي إلى كل المآسة التي نعيشها الآن ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضا من فروض الكفاية فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية ولا ترى فيها معامل للأسلحة وزخائر للحرب بل كلها مما يشترى من بلاد العدو سبحان الله كلام ده قاله الرجل من أكثر من أربعين سنة من بلاد العدو أما آن لها أن تتنبه من غفلتها وتنشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والزخائر الحربية فلقد ألقى عليها تنقص العدو ألقي عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره وتتلافى ما فرطت به قبل أن يدائم ما بقي منها بخيله ورجله فيقضي والعياذ بالله على الإسلام وممالك المسلمين لاستعمار الأمصار واستعباد الأحرار ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار وبالله الهداية ده كلام الشيخ جمال الدين القاسم نعم المسلمون يعني بعجالة من فضلك يعني كيف يمكن أن يستفيدوا من هذه الطاقة والقوة الهائلة التي يختزنها الإسلام في بناء قواهم الذاتية تحدثوا عن المستوى الفردي والمؤسسي والمجتمعي في النهاية نعم أنا أرى أنه السبب الأساسي الذي يمنع الأمة من إعداد القوى الآن هو مرض الاستبداد الاستبداد استبداد الحكام الظلمة المستبدين هل يمكن أن يسود مستبد على أمة مؤمنة صاحبة عقيدة إسلامية قوية هذا هو الكلام المنضبط الأمة إذا تحررت من الخوف وتحررت من الخوف على الرزق وعلى الأجل وإحنا قلنا ده كله يستمد من قوة الإيمان إذا قوي الإيمان في الأمة لن يستطيع أحد أن يستبد بها ولا أن يظلمها ولا أن يطغى عليها إذن المشكلة ذاتية وليست في الاستبداد في الدرجة الأولى الأسة المشكلة ذاتية طبعا ما هو كما تكون يولى عليكم بخدر الضعف الموجود الرسول صلى الله عليه وسلم استعاز ليه مما قلناه من قبل الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال لأن ده هو الذي يقعد الإنسان عن الفعلية الذاتية هو الذي يقعد الإنسان عن الحركة الحضارية وعمارة هذه الحياة فالأمة المسلمة إذا ما تمكن تمكنت العقيدة الصحيحة منها وبلغت بالإيمان مستوى عاليا من القوة لا يمكن لأحد أن يستبد بها ولا أن يتسلط عليها ولا أن يوقع بها العداوة ولا أن يظلمها أبدا لأن الإنسان الحر يأبى الضي ويأبى الزل أشرت بالمجمل والمطلق لكن سؤالي الأخير هو دكتور انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتراث المسلمين وتاريخهم صدر الإسلام والخلافة الراشدة وما بعد ذلك كيف يمكن للمسلم الفرد أن يراكم قوته الذاتية اعتمادا على هذه المصادر ماذا عليه أن يفعل كيف يكون قويا يعني أسو الإسلام هو المسلم في النهاية صحيح أسو الإسلام هو الفرد يعني الإسلام يبنى على الفرد الفرد هذا رب خلقه الله تعالى من ثلاث جوان الجانب البدني والجانب الروحي القلبي والجانب العقلي والفكري والإنسان يسعى بكل طاقته أن يوفر القوى في كل مجال من هذه المجالات والإسلام لم يترك الإنسان هملا أنزل له دستورا مبينا كاملا يبين له كيف يقوّل بدن كيف يقوّل عقل والفكر والثقافة كيف يقوّل الروح والنفس والوجدان كل هذا ما موجود في الشريعة الإسلامية عندنا فرائض وشعائر كبرى إذا ما تأملها الإنسان وعاش بها الإنسان وتلبس بها وأداها بحقها وحقيقتها وقام بها بخشوعها وخضوعها لله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا زاد يكفيه عن كل الزاد وأيضا القوى البدنية الإسلام أمره بأن يتقوّى في البدن بأن يمارس الرياضة بأن يتغزى بأن يدفع عن نفسه الأزى بأن يعالج نفسه إن الله يا عباد الله تداوى إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء عندنا القوى العقلية وقال هل هناك دين حظ على العلم والتفكر والرحلة في طلب العلم ورتب عليها الأجور والمسوبة والمنازل في الدنيا والآخرة كما حضى الإسلام إن ما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقصد وما يعقلها إلا العالمون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطلب العلم نصوص متواترة وكثيرة في القرآن والسنة تحض على هذا الطلب وتريد من الأمة أن تكون لها الريادة والقيادة في هذا المجال وبالمناسبة العلم في الإسلام ليس علما دنيا فقط وإنما هو علم دنياوي أيضا البارع في علوم الشريعة يساوي تماما البارع في علوم الطبيعة وفي علوم الجولوجيا والأرض والفلك وكل هذا والثناء من الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء جاء في سياق العلوم الطبيعية ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوى غرابي وسد ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن التأمل في الكون وفي المخلوقات وفي هذه العلوم الطبيعية والأرضية والسماوية هو باب كبير جدا للتعرف إلى الله وللإيمان بالله ولخشية الله سبحانه وتعالى إذا ما صحت عقيدة المسلم وقويت شوكة العقيدة في نفسه ووجدانه فكل جوانب الحياة ستتوازن في النهاية النفسية والفكرية والعقلية والجسدية أليس كذلك دكتور؟ نعم بهذا الإقرار منك أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عزيز المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها على ما أفض به الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكرا لكم إلى لقاء بحول الله تعالى